الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابنا الكرام ليعلم أن هناك واجبات هي من واجبات القلب كما أن هناك معاصي هي من معاصي القلب والقلب سريع التقلب فينبغي على الشخص أن يراقب قلبه في تقلباته حتى يستمر قلبه على الحال التي ترضي الله تبارك وتعالى فإن الأمر هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والحديث رواه مسلم فمن واجبات القلب يا أحبابنا الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام بل هذا أصل الواجبات أي الاعتقاد الجازم من غير شك بوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وأنه عز وجل موجود لا يشبه الموجودات موجود بلا كمية ولا كيفية ولا مكان والاعتقاد الجازم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه إلى كل الإنس والجن ليبلغهم عن الله عز وجل وهذا يستلزم الإيمان بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالقرآن وبما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ومن أعمال القلوب الواجبة الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل ومعنى ذلك أن لا يقصد بعمله محمدة الناس ليس معنى ذلك أن لا يشعر قلبه بالسرور فيما لو مدحه الناس على عمل حسن لأن الإنسان مجبول على الفرح فيما لو مدح إنما الخطر أن يعمل العمل وقصده من ذلك أن يمدحه الناس وينظر إليه بعين الإجلال فإنه في هذه الحال واقع في ذنب من الذنوب الكبيرة ومن عظم هذا الذنب شبهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرك وقد قال عز وجل في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمعنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن لا يرائي أي أن لا يقصد بعبادته محمدة الناس فليس المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر إنما المقصود الرياء لأن الذي يقصد بفعل الطاعة رضى إنسان من البشر يكون فعله شبيها بالذي يعبد غير الله ولذلك شبهه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن حبان بالشرك بقوله اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر ولم يقصد عليه الصلاة والسلام أنه كفر ومن الواجبات القلبية يا أحبابنا التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة والركن الأعظم من أركان التوبة هو الندم على فعل المعصية لذلك جاء في الحديث الندم توبة وليس معناه أن الندم وحده كاف لحصول التوبة إنما معناه الركن الأعظم في التوبة هو الندم على المعصية والحديث رواه الترمذي ويجب يا أحبابنا أن يكون الندم لأنه عصى الله تعالى ليس لأجل الفضيحة بين الناس مثلا ومن الواجبات القلبية التوكل على الله وليعلم أن التوكل على الله معناه الاعتماد على الله يعني ثقة القلب بالله أنه لا ضر ولا نافع على الحقيقة إلا الله لا أحد يضرك بشيء لم يرده الله لك ولا أحد ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك فيكون اعتماد الشخص في قلبه على الله تعالى وحده في أمور الرزق والسلامة من الآفات وما شابه ذلك ومن واجبات القلب أيضا المراقبة لله يعني أن يستديم الشخص في قلبه خوف الله عز وجل على نحو يمنعه من إهمال الواجب أو إتيان الحرام ومما يساعد على هذا أن يستحضر الشخص في مختلف أحواله أن الله يراه وأن الله عالم به واعلموا رحمكم الله أنه يجب على المكلف أن يرضى عن الله أي أن لا يعترض على الله لا باطنا ولا ظاهرا فيرضى عن رب العالمين في تقديره سبحانه وتعالى للخير والشر وفي تقديره سبحانه وتعالى للحلو والمر والسهل والحزن وللراحة والألم فلا يعترض على الله في أي شأن من ذلك والذي يجب أن يرضى به العبد هو تقدير الله تعالى أما المقدور أي ما يحصل بتقدير الله من الشرور فلا يجب أن يرضى به بل ينكره ومن واجبات القلب تعظيم شعائر الله فيجب أن يعظم الإنسان أعلام الدين وأعلام الدين يا أحبابنا هي شعائر الدين فالأمور المشهورة بأنها من الدين يجب تعظيمها مثل الأذان والحج والوقوف بعرفة وما شابه ذلك فيحرم عليه أن يستهين بشيء منها واعلم رحمك الله أن من أعمال القلوب الواجبة الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية وليعلم أن الشكر قسمان شكر واجب وشكر مندوب أي مستحب أما الشكر الواجب فهو بأن لا يستعمل نعمة الله في معصية الله ليس الشكر الواجب مجرد أن يقول الإنسان بلسانه الشكر لله أو الحمد لله فلو قال بلسانه عشرة آلاف مرة في اليوم الشكر لله الشكر لله ثم هو يستعمل يده في معصية الله ورجله في معصية الله ولسانه في معصية الله هذا لا يكون شاكرا لله تعالى الشكر الواجب إنما الشكر الواجب أن لا يستعمل الإنسان نعمة الله في معصية الله ومن أعمال القلوب الواجبة الصبر على أداء ما أمر الله تعالى والصبر عما حرم الله وعلى ما ابتلاك الله به فيتلخص من ذلك أن الصبر ثلاثة أنواع النوع الأول صبر على أداء الواجبات لأن الإنسان يشق عليه في بعض الأحيان أداء الواجبات فيحتاج إلى الصبر حتى يتحمل هذه المشقة كما لما يتوضأ الإنسان بالماء البارد في الصبيحة الباردة ليصلي الصبح فإنه يحتاج إلى الصبر في هذه الحال والنوع الثاني الصبر عن المعصية أي أن يكف نفسه عن معصية الله تعالى مع أن نفسه تدعوه إلى ذلك في هذه الحال يحتاج أيضا إلى الصبر كأن كان في ضيق عيش وحال فقر وعرف أنه يستطيع أن يحصل مالا كثيرا من طريق حرام فدعته نفسه إلى ذلك فامتنع لله تعالى مؤثرا شدة الفقر على أكل ما حرم الله فإن هذا يحتاج إلى صبر بلا شك والنوع الثالث يا أحبابنا هو الصبر على البلاء فلا يجره البلاء إلى معصية الله تعالى مثال ذلك أن يتعرض من مسلم آخر للإيذاء والإهانة كل يوم وهو يعرف أنه لو قتل ذلك الشخص يرتاح من هذه الإهانات المتكررة هنا أيضا يحتاج أن يصبر على هذا البلاء حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى بعض الناس إذا بتلوا لا يصبرون حتى إنهم قد يكفرون والعياذ بالله لما يظهر الدجال يحصل ضيق شديد للمسلمين يحصل بين المسلمين مجاعة أما من يتبع الدجال فإن أرضهم تنبت والسماء تمطر عليهم فإذا لم يعود الإنسان نفسه ويوطن نفسه على الصبر على البلاء قد يكفر بالله إذا صار في مثل تلك الحال فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ومن أعمال القلوب الواجبة يا أحبابنا بغض الشيطان فإنه يجب على المكلفين بغض الشيطان لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم فاتخذوه عدوا والشيطان هو الكافر من الجن وجدهم الأعلى ورئيسهم هو إبليس ومن أعمال القلوب الواجبة بغض المعاصي سواء صدرت من الشخص أو من غيره في حضرته أو في غيبته يعني إذا علم بمعصية من المعاصي لا بد أن يكرهها بقلبه واعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه يجب على المكلف محبة الله تعالى يعني محبة التعظيم التي تليق بالله عز وجل وكذلك يجب محبة كلام الله عز وجل أي القرآن أي بتعظيمه التعظيم اللائق به ويجب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أي تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يليق به بالإيمان به واعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل رسل الله تعالى من غير الغلو في ذلك ومجاوزة الحد المطلوب شرعا يعني من غير وصفه عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز أن يوصف به كما فعل بعض الناس فإنهم بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا بأنه يعلم كل ما يعلمه الله تعالى وهذا كفر والعياذ بالله وكذلك يجب محبة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا تابع لتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يجب محبة الصحابة والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مصدقا به عليه الصلاة والسلام ثم مات على ذلك فالأنبياء الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لا يعدون من صحابته لأن لقياهم له عليه الصلاة والسلام ما كان على الطريق المعتاد بل كان بطريق خرق العادة فيجب محبة الصحابة لأنهم أنصار دين الله عز وجل لا سيما السابقون الأولون منهم من المهاجرين والأنصار كذلك يجب محبة آل النبي عليه الصلاة والسلام والآل يطلق بأكثر من معنى إن أريد بالآل الأتباع الأطقياء فتجب محبتهم لأننا مأمورون بمحبة الصالحين وقولنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إشارة إلى تعظيمهم ووجوب محبتهم وإن أريد بالآل أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أيضا يجب محبتهم أزواجه وأقرباءه المؤمنون تجب محبتهم لما خصوا به من الفضل والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر